السلام عليكم ايه اخبار يارب تكونوا بخير انا اعكي بنتريشن تستر ازاي يعرف الصغرات الموجودة في المواقع الخاصة بي او بالشركة اللي انا اشغال فيها عشان ابدأ اعالجها وامنع الوبسايت بتاعي من الاختراق قبل ما تعمل بنتريشن تست على اي موقع لازم الاول تعمل قائمة بالاسطح المستهدفة بعد كده تستخدم اداة فحص خوادم الويب زي نيكتول اللي نستخدمها النهاردة عشان نتعقب الصغرات الامنية اللي ممكن تكون نواقل الهجوم محتمم لكن قبل ما نبدأ نتعرف على الاداة وازي نستخدمها انزل عمال لك وشير الفيديو عشان نوصل لكبر عدد منكم الاشخاص ويلا بينا نشوف هنعملي الاداة اللي معانا اسمها نيكتول وهي عبارة عن اداة مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة بيرل وبتستخدم لفحص الصغرات الويب للكشف عن الصغرات الامنية اللي ممكن استغلالها واللي ممكن تعرض السيرفر بتاعك للخطر وكمان بيجيب بعض العناصر اللي مفيش فيها مشاكل امنية كمعلومات بس توضح لك كيفية الاستفادة الكاملة منها لتأمين خادم الويب بشكل افضل نبطل راغي ويلا بينا نشوف هنثبت الاداة ازاي ونستخدمها اول حاجة ازاي يعمل انستول للاداة انت لو بتستخدم كالي لينوكس فانت هتلاقي الاداة نزلة مع التوزيع لو روحت هنا كده في الكسم الخاص بتحليل الصغرات هنا كده هتلاقي كل الادوات الخاصة بتحليل الصغرات الامنية من ضمنهم الاداة بتاعت طب فرضا لأي سبب من الاسباب ملأتهاش عندك ممكن تنزلها من على الجيت هاب او ممكن تفتح الترميل وتكتب بس كده بعد كده اسم الاداة بتاعتنا بالشكل ده كده هتبدأ تنزل معاك في حالة ان هي مش موجودة عندك على التوزيع ده كده بالنسبة لتثبيت الاداة بعد كده عايزين نعرف ازاي نستخدم الاداة خلينا كده نشوف الابشنز اللي ممكن نستخدمها مع الاداة دي فكل اللي انا هعمله هكتب بس هنا كده نكتو مسافة بعد كده بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين مطلع لي كل الابشنز اللي قدر استخدمها مع الاداة دي طبعا احنا مش هنستخدم كل الابشنز دي احنا نستخدم كم واحدة ونشوف ازاي كمان شوية انت بقى براحتك ممكن تتعمق اكتر وتشوف كل اوبشن بتعمل ايه وتستخدمها عادي جدا واحدة يقول لي تماما انا عايز اعرف باقي دلوقتي ازاي يعمل على موقع معين انا داخل اصلا الفيديو عشان كده هقول لك ما تستعجلش كل اللي انت هتعمله هتكتب بس كده نكتو بعد كده مسافة داش اتش بالشكل ده كده بعد كده مفروض هنا بقى تكتب اسم الموقع اللي انت عايز تعمل عليه او الائي بي فالموقع اللي انا عايز اعمل عليه الموقع ده هو ده الموقع اللي انا عايز اعمل عليه ملاحظة بسيطة بس الموقع ده من غير شهادت السل هنشوف كمان شوية ازاي تعمل على المواقع اللي معاها شهادة السل لو عملت انتر دلوقتي هيبدأ يعمل البنتريشن تيست على الموقع ده زي ما انت شايفين كده جاب لي التارجت اي بي وجاب لي الهوست نيم ولازم تعرف برضو ان البورت اللي معمول عليه البنتريشن تيست بورت رقم 80 بيجيب لك الهيدرز الخاصة بالموقع بيجيب لك الفايلز زي ما انت شايفين كده هو انا دلوقتي بقى بيبحث عن حقن سيكوال و الاكس اس اس اللي هو الكروس سايت سكريبتنج ونقضي الضعف الموجودة والشائعة في الوي وبيتعرف على الهيدرز والايكونات والملفات الخاصة بالموقع وبيحاول يخمن الدومينز الفراعية للموقع ومعلومات كتير جدا بيحاول اللي هو يوصل له هو دلوقتي بيعمل بنتريشن تيست على موقع من غير شهادة الاس اس الل طب في حالة انك عندك موقع معاه شهادة الاس اس الل ازاي تعمل عليه بنتريشن تيست هو نفس السطر بالزبط لكن هنضيف عليه حاجة بسيطة خلانا نفتح وانتو جديدة وهنكتب نفس السطر نكتب مسافة بعد كده بعد كده اسم الموقع الموقع اللي معانا والي يكون يبقى ده بعد كده هضيف الاخر بس كده اس اس ال يبقى نكتب بعد كده اسم الموقع بعد كده مسافة اس اس ال هو كده هيعمل فورس على شهادة الاس اس ال وهيبدأ يعمل سكان على الموقع لو عملت انتر دلوقتي هيبدأ يعمل سكان على الموقع لكن لو تلاحظ المرة ده بيعمل السكان على بورد ربعمية تلاتة واربعين وهتلاقي هنا عندك معلومات عن شهادة الاس اس ال الخاصة بالموقع ده ولو نزيل تحت شوية هو بدأ يعمله زي ما انتو شايفين البنتريشن تيست بتاعه وجايب لك كمان نوع السيرفر الخاص بالموقع وببحث عن الصغرات الامنية اللي موجودة في الموقع زي ما انتو شايفين كده وهياخد وقت شوية زي الموقع الاولاني يبقى كده بشكل سريع عملنا بنتريشن تيست باستخدام اداة نكتو على موقع من غير شهادة الاس اس ال وموقع بشهادة الاس اس ال اللي بيساعد طبعا على حماية الموقع اكتر فيه طبعا معلومات تانية كتير وادوات بنستخدمها مع الادة دي عشان نطلع بنتائج اكبر هنشوفها فيديوهات جاية باذن الله حبيت بس في الفيديو ده اللي انا اشرح حاجات بسيطة واماهد لادات نكتو في الفيديوهات الجاية باذن الله هنتعمق اكتر مع الادة دي وهندخل معها ادوات تانية باذن الله يارب الفيديو يكون فاتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة